يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك مرحلة الظهور تقدم الكلام في مكة وأحداثها ثم عطفت الحديث إلى المدينة وأحداثها وصل الكلام في الحلقة الماضية إلى المحاكمة المهدوية العالمية وإنما جعلت حديثي عنها ضمن أحداث المدينة لأن بدايتها ستكون في المدينة وإلا فإن المحاكمة المهدوية العالمية ستبقى مستمرة هذا هو الجزء الثاني من حديثي عن المحاكمة المهدوية العالمية الحلقة الماضية الحلقة الماضية ما كان وقتها كافياً لتسليط الضوء على بعض من التوضيحات الكلام في السياق نفسه هناك توضيحان مهمان التوضيح الأول ما يرتبط بحديثي عن الجزء الأخير من العلة موضوع فلسفي بشكل سريع ومن دون التوغل في المطالب الفلسفية التي أنتم لستم بحاجة لها أأخذ مثالاً الحائط الجدار المبني كيف يتحقق الجدار المبني أمامنا على الواقع لا بد من وجود أرض يستقر عليها هذا الجدار يستقر عليها بناء الحائط لا بد من وجود أرض لا بد من وجود مواد البناء كالطابوق مثلاً ومادة الإسمنت والماء وسائر المواد الأخرى التي يتشكل منها البناء لا بد من وجود الآلات التي يستعملها عمال البناء في عملهم إذن هناك الأرض هناك مواد البناء وهي مجموعة مواد وهناك الآلات والوسائل التي يحتاجها عمال البناء وهي مجموعة أيضاً من الآلات والوسائل هناك العمال الذين يقومون بهذا العمل وهم مجموعة من العمال وهناك المعمار البناء الأول كل هذه العناوين تشكل العلة الكاملة لإيجاد هذا المعلول لإيجاد الحائط هناك أرض هناك مواد بناء هناك وسائل للعمل هناك عمال وهناك المعمار لا بد أن تجتمع كل هذه العناوين التي تشكل بمجموعها علة مركبة لإيجاد هذا الحائط المبني إذا افترضنا أن الأرض قد توفرت ومواد البناء كذلك بكل أشكالها توفرت ووسائل العمل وآلات العمل قد توفرت وكذلك العمال الذين يساعدون المعمار قد توفروا إلا أن المعمار ليس موجوداً لن يتحقق ظهور الحائط في عالم الواقع لماذا؟ لأن الجزء الأخير من العلة ليس موجوداً فحينما يأتي المعمار ويضاف هذا الجزء إلى بقية الأجزاء تكون العلة كاملة حينئذ يتحقق بناء الجدار ولذا يقولون من أن العلة الحقيقية هي في الجزء الأخير من العلة إذا كانت العلة مركبة كالمثال الذي ضربته لكم لأن الجزء الأخير هو الذي يكون مباشراً لصدور المعلول والأمر هو هو حينما تكون الأشياء مجموعة من عدة أجزاء مركبة من عدة أجزاء وأكثر الأشياء هكذا بل كل الأشياء هكذا لكن بعض الأشياء التي نقول عنها من أنها بسيطة بحسب النظرة البدوية لها إذا دخلنا في تراكيب المادة فإن المادة تتركب من جزيئات وذرات إلى غير ذلك إذا أخذنا شيئاً يتركب من أربعة أجزاء فإذا توفرت الأجزاء الثلاثة الأولى ولم يتوفر الجزء الرابع فإن ذلك الشيء لا يتحقق لا يوجد حتى لو اجتمعت هذه الأجزاء الثلاثة فإنها تشكل شيئاً غير الشيء الكامل غير الشيء المقصود حينما نأتي بالجزء الرابع ونضيفه إلى الأجزاء المتقدمة يتحقق الشيء ويكون ظاهراً بنحو كامل فالجزء الرابع وهو الجزء الأخير هو هذا الجزء الأخير من علة ظهور الشيء بصورته الكاملة فتحقق الشيء من خلال تحقق علته وتتحقق العلة الكاملة حينما يتحقق الجزء الأخير منها وهذا هو الذي يرتبط بحديثنا من جهة البرنامج الإلهي حيث بدأ الدين منذ زمان أبينا آدم يتكامل شيئاً فشيئاً إلى زمان رسول الله وإلى آخر حياة رسول الله لم يكن الدين كاملاً لم يكن الإسلام إسلاماً مرضياً عند الله وإنما بانتظار تكامله بانتظار أن يرضى الله عنه الله واحد ودينه واحد دينه ليس في الأرض إنه دين الملائكة ودين الكروبيين من الملائكة ودين الحقائق القادسة النورية ما وراء العرش ودين الجن ودين ودين دواب السماوات من الكائنات الكثيرة التي تعيش في هذا الفضاء دين الله دين واحد إنه دين الإسلام مثلما الكون له نظام كوني واحد الدين له نظام ديني واحد في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام الآية واضحة فالآية تتحدث عن دين واحد عند الله إنه دين الإسلام ولا يوجد دين آخر الأديان كلها تمثل مراحل تمهيدية إنها مراحل تمهيدية في مستوى النقص بانتظار الكمال والتكامل حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم الغدير فإن الدين فإن الدين كان بانتظار الكمال والتكامل وإن الإسلام لم يكن مرضيا كان إسلاما ناقصا الإسلام المرضي الذي تكامل بعد بيعة الغدير بصريح آيات القرآن لا شأن لي بثقافة سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني طوسي أكانوا يتفقون معي في هذا أم يختلفون مصادر قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم من هنا أأخذ ديني ومن هنا أأخذ ثقافتي وهذه هي مصادر الثقافة الزهرائية الأصيلة ولا يوجد مصدر آخر إن الدين عند الله الإسلام في الآية الخامسة والثمانين بعد البسملة من سورة نفسها من سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من في عالم الدنيا فإننا بانتظار تلك المرحلة التي تتحقق فيها مضامين القرآن مضامين ما قاله القرآن ليظهره على الدين كله هذا المضمون لم يتحقق لحد الآن قد يقول قائل إذن كيف صار الدين كاملا صار الدين كاملا بوجود علي بوجود علي وإلا إذا رجعنا إلى تفاصيل التشريع وتفاصيل العقيدة فإنها ليست كاملة كمال الدين بعلي وليس في النصوص النصوص ناقصة محدودة اليوم اليوم أكملت لكم دينكم بعلي بعلي هؤلاء الذين رجعوا إلى الصحابة تلك سفاهة عقولهم دين دين الله لا يمكن أن يرجعه الله إلى الأعراب إلى العصات إلى المذنبين حتى لو كانوا من الأخيار حتى لو كانوا من الأخيار فما بالكم إذا كانوا من الأشرار اللعناء إذا كان دين الله يمكن إرجاعه إلى غير المعصومين إذن ما الحاجة لبعثة الأنبياء ستكون بعثة الأنبياء عملا سفيها وسخيفا لا معنى له فإما أن يكون مصدر الدين معصوما على طول الخاط وإما لا يكون أما أن يأتي نبي معصوم وبعد ذلك تنتهي أيامه ونأخذ الدين من أناس ليس معصومين هذا منطق سفيه وسخيف إلى أبعد الحدود فإما أن الإنسان غير المعصوم قادر على أن يكون مصدرا للدين إذن ما الحاجة للأنبياء المعصومين وإما ألا يكون مصدرا للدين إذن كيف يذهب النبي المعصوم ولا يشقص معصوما من بعده هذا هو منطق العقل ومنطق الوجدان الذين ذهبوا إلى الصحابة كي يأخذوا دينهم من الصحابة تلك من سفاهة عقولهم لو كان الأمر هكذا لماذا أراد النبي أن يكتب للأمة الكتاب العاصمة في واقعة رزية الخميس لكن الصحابة رفضوا ذلك وأساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ألا لعنة الله عليهم لماذا أراد رسول الله أن يكتب الكتاب العاصم وقد كتبه وقد كتبه كتبه وسلمه لعلي بمحضر سلمان والمقداد وأبي ذار بمحضر هؤلاء الأخيار الذين دارت عليهم الرحى رحى الدين ورحى الإيمان هكذا يعبر المعصومون عنهم ومرت الروايات بخصوصهم في الحلقات المتقدمة وهذا موجود في رواياتنا الصحابة اللعناء الذين أساءوا لرسول الله في واقعة رزية الخميس وطردهم رسول الله من بيته ومن مجلسه لا يستحقون أن يكون هذا الكتاب العاصم عنده هؤلاء مجمع ضلال ومجمع معصية ومجمع كفر في مواجهة رسول الله وآل رسول الله آيات القرآن تحدثنا بذلك وأحاديث العترة فصلت لنا الحقائق تفصيلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من في عالم الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين الدين دين واحد هو دين الإسلام والنبي نبي واحد هو محمد صلى الله عليه وآله وكل الأنبياء يبشرون بنبوته يمهدون لرجعته وليس لبعثته في مكة والمدينة هذه مقدمات وإلا إذا كانت بحثة النبي هذه نتائجها النتائج التي يعيشها المسلمون الآن فتعسن لتلك البحثة أية بحثة هذه وأي ضلال هذا وأي نبي هذا الذي بحثته نتائجها هي هذه بعثة نتائجها أن كبار الصحابة النبي يريد أن يكتب لهم كتابا عاصما يسخرون منه أية بحثة هذه بعثة خلاصة المهتدين بحسب الروايات الشيعية سلمان والمقداد وأبو ذار وبحسب صحيح البخاري إنهم مثل همل النعام دون ذلك أية بعثة هذه وهل هذا هو إمام المرسلين وهل هذا هو الدين الخاتم لماذا بعثه الله إذن لماذا لم يترك الأمر هكذا على رسله يوحي إلى الناس بقدر ما يمكن أن يوحى إليهم وتستمر أمور الناس بعثة النبي تتحقق في آخر عصر الرجعة العظيمة حينما تنشأ الدولة المحمدية العظمى التي تستمر خمسين ألف سنة والتي عبر عنها في ثقافة العترة الطاهرة بأنها جنة الأرض بأنها جنة الدنيا تلك هي بعثة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الذي كان في مكة والمدينة كان تمهيدا كان تمهيدا وكان تمهيدا ناقصا بصريح القرآن عملية التكامل حدثت في بيعة الغدير وهذا التكامل ليس تكاملا في النصوص وليس تكاملا في الطقوس هذا تكامل بوجود علي الذي سيتحقق أيضا بوجود الأئمة من بعده هذا هو معنى التكامل في الدين وإلا فإن إمام زماننا حين يخرج صلوات الله عليه سيغير الأحكام وسيأتي بكتاب جديد وسيأتينا بالمثال المستأنث وسيكون الدين بصورة أخرى وستكون الحياة المستندة إلى الدين حياة بطعم آخر ومزاج آخر كل شيء سيتغير ولا يقف التأويل عند هذا الحاد ففي مرحلة الرجعة سيتحول الدين إلى صورة أخرى هي أرقى من الصورة في الزمان المهدوي حتى نصل إلى الصورة الأعظم والأعظم والأعظم في الدولة المحمدية العظمة التي يكون محمد صلى الله عليه وآله حاكمها وسيكون المعصومون صلوات الله عليهم جميعا أتحدث عن أمير المؤمنين وعن الصديقة الكبرى وعن الحسن والحسين وعن الأئمة من العترة الحسينية من السجاد إلى القائم سيكونون الوزراء والولاة والعمال والموظفين في حكومة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله هذا هو الإسلام الذي يتحدث عنه القرآن إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين ماذا نقرأ عن الأنبياء في سورة البقرة في الآية الحادية والثلاثين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها إذ قال له ربه أسلم إذ قال لإبراهيم الآيات السابقة في الحديث عن إبراهيم وإسماعيل إذ قال له إذ قال لإبراهيم الضمير يعود على إبراهيم على إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا هو دين الإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا دين إبراهيم وهو دين الأنبياء الذين سبقوا إبراهيم ودين الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه أبناء إبراهيم أنبياء إسماعيل نبي إسحاق نبي أبناءه أنبياء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب أيضا ويعقوب أيضا وصيته في الإسلام مثلما وصية إبراهيم ويعقوب نبي وأبوه إسحاق نبي فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب أيضا يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذا لسان كل الأنبياء لأن الأنبياء يدينون بدين الله ودين الله واحد هو الإسلام والنبي والنبي واحد هو محمد صلى الله عليه وآله ولذا أخذت العهود على جميع الأنبياء والمرسلين في أنهم يكونون تبعا لمحمد صلى الله عليه وآله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كلهم أنبياء قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون هذا هو دين الأنبياء دين الإسلام ونبيهم واحد محمد صلى الله عليه وآله والكتاب واحد أيضا هو القرآن أما صحف آدم صحف نوح صحف إبراهيم التوراة الزبور الإنجيل سائر الكتب السماوية هذه كتب تكون منطوية تحت هيمنة الكتاب الكريم الذي هو القرآن هكذا نقرأ هكذا نقرأ في سورة المائدة في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة وَأَنْزَلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ إنها الكتب التي تقدمت القرآن بحسب الزمان الدنيوي بحسب بحثة الأنبياء الذين كانوا يمهدون لدين محمد ولنبوة محمد ولقرآن محمد صلى الله عليه وآله وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ هناك هيمنة للقرآن على كل الكتب كما أن نبوة محمد تهيمن على كل النبوات كما أن دين محمد حينما يكتمل ليس وهو في حالة النقص حينما يكتمل بعد بيعة الغدير فإن دين محمد له الهيمنة الكاملة على سائر الأديان السابقة ومن هنا فإنه ناسخ لكل الأديان بينما الأديان السابقة لم تكن ناسخة لكل الأديان التي تسبقها على سبيل المثال الديانة اليهودية لم تكن ناسخة للديانة الإبراهيمية الحنيفية إنما كانت الديانة اليهودية مختصة في بني إسرائيل ومن حوله الديانة الوحيدة التي هي ديانة ناسخة لكل الديانات هي ديانة محمد صلى الله عليه وآله حينما تكتمل متى تكتمل تكتمل ببيعة الغدير في مرحلة التنزيل كانت ديانة محمد تنسخ الديانات السابقة ولكن بنحو جزئي ما معنى قوانين أهل الذن النسخ الكامل سيكون متى؟ سيكون في زمان الدولة المحمدية العظمى بدايات النسخ الكامل ستكون في الدولة المهدوية القائمية بعد الظهور الشريف هذه هيمنة نبوة محمد وهيمنة ديانة محمد وهيمنة كتاب محمد صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ولذا حينما نذهب إلى سورة الأنبياء فماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة ولقد كتبنا في الزبور بحسب الزمان الدنيوي فإن الزبور كتاب داوود النبي وقد أنزل على داوود النبي في بعثته وكان ذلك متحققا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الكتابة كانت في القرآن قبل الزبور لماذا لأن الزبور ما هو إلا صورة من صور القرآن إنه تجل من تجليات القرآن الهيمنة الكلية للقرآن أنا لا أتحدث عن المصحف الذي بين أيدينا هذا هو قرآننا الذي نتمسك به ونحتكم إليه القرآن هو الذي يتحدث عن نفسه مثلما نقرأ في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين الكتاب المبين هو القرآن بحسب أحاديث العترة في تفسير قرآنهم حاميم عنوان محمد صلى الله عليه وآله في الديانات السابقة في رواياتنا في الكاف الشريف الرواية صريحة عن إمامنا الكاظم صلى الله عليه أن حاميم اسم محمد في ديانة هود النبي وقد جاء بالأحرف المنقوصة ليشير إلى أن تكليفة تلك الأمة كان تكليفا إجماليا بنبوة نبينا وولاية آل نبينا الأنبياء مكلفون بالتفصيل لكن الأمم ليست مكلفة بالتفصيل إلا بنو إسرائيل وهذا هو سبب تفضيلهم على سائر الأمم إلا بنو إسرائيل حاميم 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 محمد صلى الله عليه وآله والكتاب المبين علي علي بحسب تفسير العترة لقرآنها يأتينا الحديث عن الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صورته صورته في مرحلة التنزيل صورته في مرحلة التنزيل جاءت لفظية بلغة عربية هذه الصورة التي تتناسب مع هذه المرحلة وإنه وهذا الكتاب المبين الذي هو علي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه ما هي الصورة الكلية للكتاب المبين هذا تجل أيضا الصورة الكلية لعلي التي عبر عنها بالكتاب المبين حاميم والكتاب المبين هذا علي هذا العنوان يخبرنا عن الصورة الكلية لعلي أما تجليات علي إنا جعلناه جعلنا الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون هذا إذا كنتم تعقلون لعلكم لكن الأمة أمة أباعر ذهبت في اتجاه آخر إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون وإنه وإن الكتاب المبين في تجل آخر وهو أعلى مراتب التجليات في العوالم العالية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا من تجليات علي وإلا فإن عليا هو الكتاب المبين والكتاب المبين له تجليات التجلي الأول إنه قرآن عربي والتجلي الآخر إنه الحقيقة العلية الحكيمة التي ظهرت في أم الكتاب وأم الكتاب هي الحقيقة الفاطمية ولذا فهي أم أبيها هذا العنوان الذي لا يعرف مراجع النجف معناه المراجع الطوسيون في النجف وكربلاء يحيرون في معنى أم أبيها وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الحقيقة العلوية الحكيمة المتجلية من الحقيقة الفاطمية من تجليات الكتاب المبين الكتاب المبين الحقيقة العلوية الكاملة حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه عملية جعل عملية تجل عملية ظهور الظهور الذي يناسب مرحلة التنزيل ما قبل مرحلة التأويل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا تجل في عالمنا الدنيوي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا تجل في عوالم الغيب أما الحقيقة الكاملة هي هي التي عنونها القرآن بالكتاب المبين حامين محمد الحقيقة المحمدية وهنا رمز يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله وينبهنا من أن النبوات أسابقة ومن أن الديانات أسابقة هي بمثابة مقدمة لمحمد صلى الله عليه وآله هذه الحروف فيها إشارات كثيرة ورموز كثيرة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الكتابة صارت في الزبور من بعد الذكر لأن القرآن مهيمن أنا لا أريد أن أفتح الحديث عن حقائق القرآن وعن حقائق علي التي تحدث القرآن عنها لأن البرنامج ليس مخصصا لهذا الموضوع إنما هي إشارات سريعة نذهب إلى فاصل في سورة الدخان بعد البسملة حاميم والكتاب المبين إنه نفسه الذي مر علينا في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فهناك حاميم وهناك الكتاب المبين وهناك الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذا عنوان لفاطمة مثل ما أم الكتاب عنوان لها هناك في سورة الزخرف ذكر محمد وعلي وفاطمة لأنهم أئمة الأئمة أئمة الأئمة للأئمة من ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد وإنهم أئمة الأئمة لكل الأنبياء والمرسلين ولكل الأوصياء إنهم أئمة الأئمة وهنا في سورة الدخان الحقيقة هي هي وهناك حاميم وهناك الكتاب المبين وهناك الليلة المباركة من دون تطويل هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة والطبعة التي بين يدي طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 544 إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من صفحة 545 الإمام يبين معنى هذه الكلمات التي جاءت في بداية سورة الدخان بعد البسملة فقال أما حاميم فهو محمد صلى الله عليه وآله وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف منقوص الحروف إشارة إلى أن ديانات الأنبياء كانت ناقصة في طريقها للتكامل إشارة إلى أن أمة هود النبي لم تكن مكلفة بنبوة نبينا وإمامة وإمامة آل نبينا صلوات الله عليهم من علي وفاطمة إلى قائم آل محمد لم تكن أمة هود النبي مكلفة تكليفا تفصيليا تكليفها كان إجماليا الأنبياء مكلفون تكليفا تفصيليا إمامنا الكاظم يقول أما حائمين فهو محمد صلى الله عليه وآله وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي ومن غيره ومن غيره ومن غيره وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي وأما الليلة الليلة المباركة ففاطمة إنها ليلة القدر هذا عنوان فاطمة هذا عنوان فاطمة ومرت الإشارة في الحلقات الماضية إلى هذه الجهة وإلى هذا المضمون هذه الإشارات كلها في الكتاب الكريم تشير إلى الحقيقة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية ولا زلت أحدثكم عنها من أن الرسالة واحدة ومن أن الكتاب واحد ومن أن النبي واحد هناك النبي الأعظم محمد وهناك الكتاب الأعظم القرآن والقرآن في صورته التدوينية مثل ما مر في صورة الزخرف تجل من الكتاب المبين الكتاب المبين الحقيقة العلوية الحقيقة العلوية الكلية هذه مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي لا بهراء سقيفة بن ساعد ولا بخراء سقيفة بن طوس الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تجمع كل هذا الكلام ولذا فهي الآية المهيمنة على الكتاب كله الآية المهيمنة على القرآن كله هي هذه الآية هذه الآية التي تبين لنا من أن التوحيد والنبوة والرسالة والقرآن كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير التي هي تشير إلى ولاية عليا صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول الأعظم يا أيها الرسول الأصل يا صاحب الرسالة الوحيدة التي بدأت بداياتها مع أبينا آدم وأخذت تترى شيئا فشيئا حتى حطت رحالها في بني هاشم حتى حطت رحالها في دار عبد الله بن عبد المطلب عند آمنة بنت وهب عند محمد عند محمد المحمودي الأحمدي الحميدي الحامدي عند محمد الذي لا توجد كلمات تكون مناسبة لمدحه وتكون لائقة بوصفه يكفيني أن أقول محمد هذا العنوان يكفيني ولا حاجة لأي شيء آخر محمد محمد مجمع كل جمال وحتى هذه العبارات قاسرة محمد تكفي إذا كنا نعرف محمدا فحينما أقول محمد هذه الكلمة كافية ولا حاجة لكل بيان أو شرح أو تفصيل يا أيها الرسول أنت الرسول الأول والآخر أنت الرسول الفاتح والخاتم أنت الرسول الحبيب أنت أحب الخلق إلي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه هي الرسالة الأصل وهنا قد اكتملت الأجزاء إلا أن الجزء الأخير لم يكن قد تحقق فعلا وإنما حققه محمد صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير حينما رفع علي حينما رفع علي فقد رفع الحقيقة وقد رفع الدين وقد رفع سلطان الله إنها ولاية محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد بلغ محمد صلى الله عليه وآله وكانت وكانت بيعة الغدير إنها ثابتة في عقولنا قبل أن تكون ثابتة في أعناقنا إنها ثابتة في قلوبنا قبل أن تكون ثابتة في أيدينا إنها ثابتة في وجداننا قبل أن تكون ثابتة في أقوالنا إنها ثابتة في فطرتنا قبل أن تكون ثابتة في أعمالنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء القوم الكافرون هؤلاء القوم الكافرون الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة تتحدث عنهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الكافرون هؤلاء سقيفة بني ساعد كفروا ببيعة الغدير جملة وتفصيل سقيفة بني طوس يدعون الإيمان بها لفظا يقيمون طقوس الاحتفال في عيد الغدير لكن على أرض الواقع فإنهم يفسرون القرآن بخلاف مواثيق بيعة الغدير يستنبطون الأحكام بخلاف مواثيق بيعة الغدير يستخرجون العقائد بخلاف منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير يؤسسون دينا جديدا يختلف بدرجة مئة بالمئة عن دين بيعة الغدير هؤلاء ألعن حينما يعرض الدين الزهرائي تتحقق هذه الحالة فيهم بدرجة من الدرجات بدرجة من الدرجات وإلا فإن المعنى هذا لن يتجلى كاملا إلا بظهور إمام زماننا ولكن حينما تنتشر الحقائق الزمن القريب من ظهور إمام زماننا المنطق يقول فضلا عن المعطيات المتوفرة لدينا المنطق يقول لابد من تمهيد تأريخي سنن التأريخ تقتضي أن الحقائق تنكشف شيئا فشيئا قبل الظهور وأتمنى أن يكون هذا الذي أقوم به جزءا من مقتضيات سنن التأريخ في كشف الحقائق للذين يبحثون عن الحقائق بصدق وإخلاص اليوم يأس الذين كفروا من دينك إذا أردت أن أأخذ صورة جزئية تكون من تفاريع هذا المعنى أقول للزهرائيين الذين عرفوا حقيقة مراجع النجاف أقول للزهرائيين الذين اعتنقوا الدين الزهرائي الأصيل إذا ما سمع بكم مراجع النجاف وكربلاء فإنهم يصيبهم اليأس من أنكم ستعودون إليهم في يوم من الأيام لأنهم يعرفون أنكم قد عرفتم الحقيقة والذي يعرف الحقيقة لن يتحول عنها الذي يعرف الحقيقة يكون مجبرا الحقيقة هي التي ترغمه أن يبقى ملتصقا بها حتى إذا صار خائنا للحقيقة فإنه يخونها عمليا يخونها لسانيا لكنه لا يستطيع خيانتها عقليا وقلبيا لأنها قد عششت في عقله وقلبه لا يستطيع الخلاص منها ولا يتمكن من الفرار منها اليوم يأس الذين كفروا من دينكم لماذا لماذا فلا تخشوهم وخشون لا تبالوا بهم ما قيمتهم من هنا أنطلقوا في حديثي من هنا أنطلقوا في حديثي من هذه الحقائق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين حينما نعتنق الدين الزهرائية فإننا قد تمسكنا بمرحلة التأويل التدريجي تمسكنا بإمامة إمام زماننا وهذا الذي أصر عليه دائما من أنني أقول من أن بيعة الغدير الواحدة لا فائدة فيها بيعتنا بيعة الغديرين غدير علي وغدير قائم أهل محمد ولذا عبر عن اليوم التاسع من ربيع الأول في ثقافة العترة الطاهرة وهو اليوم الأول الرسمي الظاهري بين الناس من إمامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عبر عنه في ثقافة العترة بالغدير الثاني هناك بيعتان بيعة الغدير الأول لعلي وهي هي بيعة لله ولمحمد ولعلي ولفاطمة ولولد فاطمة من المجتبى إلى القائم لكن بيعة أخرى لابد أن تزين أعناقنا ولابد أن تطهر عقولنا ولابد أن تقدس قلوبنا ولابد أن نذوب فيها حبا وولها إنها بيعة الغدير الثاني إنه غدير قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وحينها تتحقق هذه المعاني كاملة نستشعرها على الأقل فيما بيننا وبين أنفسنا نستشعر بأن القوم قد أصابهم اليأس من ديننا يأس من ديننا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشوهني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هنا هنا يتحقق الجزء الأخير من الرسالة من هنا فإن برنامج الغدير الذي هو برنامج الله يمثل الجزء الأخير من علة تكوين الرسالة من أولها إلى آخرها فالرسالة أجزاؤها كثيرة منذ زمان أبينا آدم بيعة الغدير هي الجزء الأخير هذا هو البرنامج الإلهي الكامل المكتمل الكامل المكتمل ليس في نصوصه وألفاظه وإنما في وجود علي وفاطمة وآلهما فكمال ديننا ليس في نصوص القرآن وليس في نصوص الأحاديث كمال ديننا بوجود قائم آل محمد هذا هو كمال ديننا النصوص قابلة للتحريف نصوص القرآن ونصوص الحديث قابلة للتحريف وقابلة لأن ننساها وقابلة لأن نجهل معانيها وقابلة 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 وهي محدودة في ألفاظها إذا كان الأمر منوطا بالنصوص فإن دين ناقص وناقص 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 لأن النصوص ناقصة كمال القرآن لارتباطه بالمعصوم وكمال الحديث لارتباطه بالمعصوم من دون المعصوم فإن القرآن يبقى كتابا محدودا هذا التبيان لكل شيء في القرآن ليس في هذه الألفاظ وإنما في قلب المعصوم فهذه الألفاظ ظهور لفظي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سيكون محدودا بعدودنا لذلك بإمكاننا إذا توصلنا معه يمكننا أن نصل إلى هذه الغاية أن تكون عقولنا سليمة لكن حقيقة كمال القرآن في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه اليوم أكملت لكم دينكم هذا الإكمال ليس في مستوى النصوص هذا الإكمال في مستوى الحقيقة الكاملة والحقيقة الكاملة ليست موجودة لا في نصوص القرآن ولا في نصوص أحاديث العطرة الحقيقة الكاملة موجودة في ذات المعصوم والقرآن ملتصق به والحديث متفرع عنه افهموا دينكم هذه ثقافة العطرة الذي يقولونه لكم عبر الفضائيات المرجعية الوسخة وعبر هؤلاء الخطباء الحمير أتحدث عن الخطباء الذين يقال لهم الخطباء الحسينيون هؤلاء الخطباء اليزيديون خصوصا الذين ينتمون إلى المرجعيات إلى المرجعية السستانية إلى المرجعية الشيرازية إلى سائر المرجعيات الأخرى هؤلاء يقدمون لكم ثقافة مبتورة ثقافة بتراء الثقافة الحقيقية هي هذه التي تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم بلباب تفسيرهم إنني أحدثكم عن تفسير آيات قرآنهم بلباب لباب تفسيرهم من كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن صورة باتت واضحة في هذا التوضيح وهذا يقودني للحديث عن البرنامج الإبليسي الذي بدأ منذ نزول إبليس إلى الأرض مع أبينا آدم وظهر عمليا على أرض الواقع بمقتل هابيل إنها الجناية الإبليسية الكبيرة الواضحة واستمر الأمر متواصلا إلى لحظة سقيفة بني ساعد حيث حقق أبو بكر وعمار الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي في تلك السقيفة المشؤومة ومن هنا صار التركيز عليهما وإلا فإن الأمر إذا رجع إلى الرجلين بما هما هما لا قيمة لهما المشكلة في الجزء الأخير الذي قام بإنتاجه وتحقيقه وتفعيله من برنامج إبليس والذي أدى إلى تعطيل البرنامج الإلهي واستبدال ذلك ببرنامج جديد إنه برنامج القرابي المضامين التي مرت في دعاء صنمي قريش وهو الدعاء المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه المضامين تحدثنا عن تفاصيل الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي حيث قام هذان الرجلان بتنفيذه ومن هنا فإن كل السيئات التي ارتكبت في البرنامج الإبليسي نسبت إليهما حتى قبل تحقق وجودهما الدنيوي المادي لا أريد أن أعيد قراءة دعاء صنمي قريش وإنني قرأته عليكم من الجزء الثاني والثمانين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الستين بعد المائتين بالرقم الخامس حيث بدأ الدعاء الشريف اللهم العنصنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها قبل لحظة سقيفة بني ساعدة لم يكن أبو بكر وعمر بهذه الأوصاف متى كان أبو بكر وعمر يتصف بأن كل واحد منهما صنم لقريش بأن كل واحد منهما جبت لقريش هذه العناوين كبيرة بأن كل واحد منهما طاغوت لقريش بأن كل واحد منهما إفك لقريش اللهم العنصنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما هذه العناوين لم تكن متحققة لأبي بكر وعمر قبل سقيفة بني ساعد هذه العناوين تحققت بنحو كامل بعد أن اكتمل الجزء الأخير على على أيديهما في سقيفة بني ساعدة من البرنامج الإبليسي فصارت هذه العناوين الدعاء الشريف دعاء صنمي قريش يشتمل على ثمانين عنوانا هناك ثمانون عنوان هذه العناوين تتحدث عن الجرائم التي ارتكبوها إنها جرائم السقيفة بني ساعدة في حربها على الله وعلى رسول الله وآل رسول الله ما جاء في الرواية في فضل هذا الدعاء من أن الداعي به كرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم بمليون سهم وهذا العدد ليس عدد الرياضية لأن أكبر الأعداد في لغة العرب هي هذه فلا يوجد في لغة العرب المليون مثلا وما بعد المليون إن الداعي به كرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم هذا الكلام لا يمثل تماما فضيلة هذا الدعاء هذا الكلام يمثل جانبا من الحقيقة نبينا وآل نبينا حدثونا بلسان المدارات وهذا الكلام مأخوذ عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين حدثنا بلسان المدارات هم يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا إننا نكلم الناس على قدر عقولهم قد يستكثر البعض هذا المعنى من أن الذي يقرأ كلمات وهو في بيته وهو آمن وهو مرتاح كيف يكون له الأجر كالرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم القضية ما هي بسوق بقالين القضية ما هي بقيمة نزنها كما يزن البقال مضمون الدعاء يتحدث عن الحقائق التي حدثتكم عنها يتحدث عن عظمة بيعة الغدير وعن خطورة البرنامج الإبليسي الذي عطل برنامج الغدير وأن المؤمن الزهرائي لا بد أن يكون على وعي بهذا فهذا الأجر الذي ذكر في الرواية دون الأجر الحقيقي لخطورة هذا الدعاء ولخطورة مضمونه نحن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم نحن نتحدث عن برنامج الله الأكبر إنه برنامج الغدير والذي عطل ودمر ببرنامج إبليس الذي نفذ بيد هذين الرجلين المشكلة مشكلة كبيرة جدا مضامين الدعاء لا تمثل كل جرائمهم وإنما تتحدث عن المجموعة البارزة الواضحة من جرائمهم جريمة سقيفة بني ساعدة أكبر مما جاء في دعاء صنمي قريش أكبر بكثير أكبر بكثير حتى هذا الدعاء جاء بلسان المدارات لأن الدعاء تحدث عن معلومات يمكننا أن نجدها في كتب التأريخ المزير مع أنهم زيفوه ولكن كثرة جرائمهم لا يستطيعون إخفاءها لا زالت أثار جرائمهم في كتبهم في كتب تأريخهم وتحدث عن سقيفة بني ساعدة في كتب حديثهم في كتب السيارهم لا زالت آثار الجرائم موجودة الدعاء لم يتحدث عن كل جرائمهم تحدث عن جانب من جرائمهم لأن الأئمة خاطبون بلسان المدارات الدعاء صياغته مداراتية والثواب الذي ذكر ذكر بلسان المدارات أيضا إذن هل أحسستم ولو بنحو طفيف بعظم جريمة هؤلاء وهل أحسستم ولو بنحو طفيف بعظم مظلومية علي إنه المظلوم الأول في الإسلام هكذا تصفه ثقافة العترة الطاهرة المظلوم الأول والمظلوم الأكبر علي علي كان مجمعا لظلامة رسول الله ظلامة رسول الله جمعت في علي ظلامة فاطمة جمعت في علي ظلامة الحسني والحسين جمعت في علي وظلامة علي جمعت في أحلي هذه المضامين التي يتحدث عنها دعاء صنمي قريش من أن الرجلين مع ابنتيهما حارب رسول الله وحارب دين رسول الله القرآن يصدق هذا حينما نذهب إلى سورة التحريم حيث نجد هذا الخطاب إنه خطاب لعائشة وحفصة في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله وآل رسول الله وإن تظاهر عليه هذا التظاهر كيف تم هذا التظاهر تم بأبي بكر وعمر الخطاب موجه لعائشة وحفصة كيف تم التظاهر تم التظاهر بأبي بكر وعمر مثلما تحدثنا العترة الطاهرة ولذا فإن الله هكذا يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذه كلمات علي في أبي بكر وعمر اللهم العنصنم قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاد يا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك إلى هنا قد وصلت إلى العنوان الثالث بعد العاشر إلى العنوان الثالث عشر تستمر العناوين إلى العنوان الثمانين هذه المضامين تمثل جانبا من قول علي أمير المؤمنين في أبي بكر وعمار قد يقول قائل إنني لا أقبل بهذا الكلام تلك مشكلته لكنني أقول له هذا صحيح مسلم هذا ما هو بكتاب شيعي ولا علاقة لهذا الكتاب بالعترة الطاهرة هذا صحيح مسلم الذي توفي أعني مسلم في السنة الحادية والستين بعد المائتين ميتين وواحد وستين للهجرة وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى الفين وأربع ميلاد مر علينا هذا الكلام في الحلقات المتقدمة كتاب الجهاد والسير هو الكتاب الثاني والثلاثون من كتب صحيح مسلم إنه الباب الخامس عشر باب حكم الفي رقم الحديث أربعة آلاف خمسمية وثلاثة وتسعين رقم الصفحة ستمية وأربعة وسبعين بسنده بسند مسلم صاحب الصحيح الرواية طويلة والحديث منقول عن عمر بن الخطاب عمر يقول لأمير المؤمنين من أنك تعتقد في أبي بكر هكذا من أنه كاذب آثم غادر خائن هذه عقيدة علي في أبي بكر وحتى في عمر فعقيدة علي في أبي بكر هي هذه والذي يخبره بها عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين يبقى ساكتا لم يقل بأنني لا أعتقد في أبي بكر هكذا سكوت الأمير تقرير منه تصديق لقول عمر من أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعتقد في أبي بكر من أنه كاذب آثم غادر خائن وهل هذا الذي نقله عمر بن الخطاب إلا المضمون الإجمالي وربما أكثر لما جاء في دعاء صنمي قريش وعلي أيضا يعتقد في أن عمر بن الخطاب عمر يقول له من أنك تعتقد في من أن كاذب آثم غادر خائن وأمير المؤمنين سكت وما تكلم إذا أردنا أن نقول من أنه سكت عن الكلام في أبي بكر فأبو بكر لم يكن موجودا كان ميتا لكن عمر كان حاضرا وهو في مواجهة مع أمير المؤمنين يقول له من أنك تعتقد في من أنني كاذب آثم غادر خائن أمير المؤمنين ما رد عليه لأنه فعلا يعتقد في عمر هكذا عمر قال من أن أبا بكر صادق بار راشد تابع للحق وقال عن نفسه إني لصادق بار راشد تابع للحق ما دح نفسه كذامها قد يقول قائل المعصوم يمدح نفسه المعصوم معصوم حينما يمدح نفسه يمدح نفسه لحكمة وغاية معصومية نحن ما عندنا كلام مع المعصوم كلامنا مع غيره ما دح نفسه كذامها هذا الكلام يتعلق بي وبأمثالكم وبأشباهنا وحال عمر كحالنا على أي حال إذن هناك رأيان هناك عقيدتان هناك عقيدة عليين في أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن وفي أن عمر ابن الخطاب كذلك كاذب آثم غادر خائن وهناك عقيدة عمر في أبي بكر من أن من أنه صادق بار راشد تابع للحق وكذلك عقيدة عمر في نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق عقيدة عقيدة في أبي بكر وعمر من أن كل واحد منهما كاذب آثم غادر خائن هذا المضمون الذي ذكره عمر بنفسه لعلي وعلي صلوات الله عليه قرر ذلك وما اعتذر عن هذا ولا نفى عقيدته من أنها تكون هكذا ما هذا بيان إجمالي لكل الذي جاء في دعاء صنمي قريش وربما إذا أردنا أن نشرح هذه العناوين من أن كل من أبي بكر وعمر من أن كل واحد منهما كاذب آثم غادر خائن إذا أردنا أن نشرح هذه الكلمات لا بد أن نشرحها وفقا لبلاغة علي ووفقا لثقافة القرآن ووفقا لثقافة العترة الطاهرة فهذا كلام علي هذا ما هو بكلام عمر عمر هنا ينقل كلام علي فلا بد أن نشرح هذه الكلمات وفقا لثقافة علي وبلاغة علي إذا أردت أن أسب في شرحها فإن مضامين دعاء صنمي قريش تكون قليلة بالقياس إلى التفاصيل المودعة في هذا الإجمال سيكون دعاء صنمي قريش جزءا من تفاصيل هذا الإجمال العلوي هذا هو صحيح مسلم علي هو الذي يقول عن أبي بكر وعمر من أنهما كاذبان آثمان غادران خائنان اللهم العن صنمي قريش وجبتيها إلى أن يقول اللهم العنهما بكل آية حرفوها هذه هي الخيانة والغدر اللهم العنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها وأرحام قطعوها إلى أن يقول وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها هذه العقبة التي في طريق تبوك حينما قرر الصحابة أن يقتلوا رسول الله وكانوا قد خططوا لقتل علي في المدينة لأن النبي قد ترك علي في المدينة وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى حديث المنزلة الذي سمعه المسلمون بأجمعهم من رسول الله حينما أراد الخروج إلى تبوك وأبقى علي في المدينة المنورة وقد خططوا لقتل علي إمامنا العسكري في تفسيره الشريف حدثنا عن جريمة القوم عن جريمتهم في طريق النبي وعن جريمتهم في المدينة لكنهم فشلوا فشلت مخططاتهم فكانوا قد صنعوا دبابا أكياسا من جلود الحيوانات من جلود الحمير والثيران وملؤوها بالحجارة وعند الليل كان النبي يسير في طريق ضيق على الجبل هي هذه التي يقال لها العقبة فكان أبو بكر وعمر والذين معهما يرمون بهذه الدباب بين أرجل ناقة النبي حتى كادت أن تقع من أعلى الجبل إلى الهوة السحيقة في الوادي ولكنهم فشلوا بعد ذلك الحكاية مفصلة في رواياتنا مفصلة ومفصلة جدا في أحاديث العترة الطاهرة آثارها آثارها موجودة في كتب القوم هذا هو الجزء السابع من كتاب معروف من كتبهم من كتب مكتبة سقيفة بني ساعد المحلى بالآثار هذا المحلى لابن حازم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة وهذا هو الجزء السابع إنها طبعة الدار العالمية للنشر والتجليد القاهرة مصر هذا كتاب من كتبهم المركزية الذين الذين يتبعون المذهب الظاهري وكان مذهبا كبيرا في سالف الزمان لا زالت بقايا موجودة إلى يومنا هناك في السعودية من علماء الدين عندهم ومن المبلغين والخطباء ممن هم على هذا المذهب في زماننا على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن المذهب الظاهري هذا هو الجزء السابع من كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي صفحة 384 يضع العنوان التالي مسألة التعريف بالمنافقين والمرتدين إلى أن يقول صفحة 424 أتمنى عليكم أن تنصتوا وأما حديث حذيفة إنه حذيفة بن اليمان وكان مرافقا لرسول الله في سفره إلى تبوك وكان قريبا من رسول الله حينما قام القوم يرمون بدبابهم بين أرجل ناقة النبي فحدث وميض هائل في السماء فانكشفت صور القوم رآهم حذيفة بن اليمان رآهم حذيفة بن اليمان وعرفهم رآ أبا بكر وعمر وفلان وفلان الذين كانوا يريدون قتل رسول الله هذا الحديث موجود عندنا بالتفصيل وموجود في كتب القوم حرفوه صحفوه لكن البقية التي تشهد بالحقيقة موجودة هذا كتاب من كتبهم والمؤلف توفي سنة أربعمية وستة وخمسين للهجرة إنه ابن حزم الأندلسي يقول ابن حزم نحن لا نتوقع من هذا الناصبي من ابن حزم ومن أمثاله من أنه سيقبل هذه الحقيقة هو يريدها وينكرها وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع هذه طرقكم طرق نواصب سقيفة ابن ساعد وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى روى أخبارا ليس خبرا واحدا هناك أخبار فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب هكذا هذه وآله ليست من عندي المكتوب في الكتاب هكذا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك هو يعلق على هذا وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين لا يوجد دليل عنده على تكذيب هذه الأخبار إلا هذا الهرأ إذن هذه الأخبار وهي كثيرة موجودة في كتبه نحن لا نتوقع منهم أن يصدقوها أن يقبلوها لكنها موجودة القرآن يصدقها أفإن مات أو قتل هناك محاولات لقتله فشلت هذه المحاولة لكنهم نجحوا في تسميمه حينما اتفق أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة على تسميم النبي وسمموه وقتلوا بحسب أحاديث العترة الطاهرة لا بحسب سقيفة بني ساعدة ولا بحسب سقيفة بني طوسي ناء السقيفة اللعينة القذرة أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا هناك أخبار فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي ولذلك عمر اختارهم في الشورى فعثمان كان في الشورى العمرية وطلحة كان في الشورى العمرية وسعد بن أبي وقاص كان في الشورى العمرية وأضاف إليهما عبد الرحمن بن عوف والزبير وأمير المؤمنين علي فهؤلاء جعلهم عمر في الشورى العمرية أمير المؤمنين يقول إن عمر فعل هذا أراد قتلي أراد قتلي ولكن أمير المؤمنين تجاوز الشورى العمرية وتجاوز المخطط العمرية لقتله أمير المؤمنين هو الذي يقول في رواياتنا وأحاديثنا المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن عبي طالب يقول إن عمر وضع هذه الشورى أراد قتلي أراد قتلي فهؤلاء هم الذين أرادوا قتل رسول الله وقتلوا رسول الله بعد ذلك فإنه أي الوليد إنه الوليد ابن جميع من رواتهم من رواة النواصب فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك هذا هو الذي يشير إليه دعاء صنمي قريش وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها مضامين الدعاء بالإجمال وبالتفصيل موجودة في كتبه موجودة في كتبه ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف لماذا إذن تضعفون هذا الدعاء من طيح الله صبقكم طيح الله أحظكم يا مراجع النجف يا حمير الشيطان نذهب إلى فاصل إذن نحن أمام اتجاه علوي واضح في الموقف من أبي بكر وعمار وهناك الاتجاه الآخر وهو الاتجاه العمري حيث يمدح عمر أبا بكر ويمدح نفسه وعلي في الوقت نفسه يذمهم ذما شديدا فبقول من تأخذون أنتم أحرار يمكنكم أن تأخذوا بقول عمر ويمكنكم أن تأخذوا بقول علي بالنسبة لي فإنني أأخذ بقول علي وإذا ما سألتمون لماذا أأخذ بقول علي لأن القرآن يؤيد قول علي لأن القرآن يذم أبا بكر وعمار ولأن القرآن يقف مع علي صلوات الله عليه هذه سورة الحجرات هذا البخاري صحيح البخاري البخاري توفي سنة مئتين وستة وخمسين للهجرة وهذه طبعة دار صادر وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي الكتاب الخامس والستون من كتب البخاري كتاب تفسير القرآن رقم الصفحة ثمانمية واحد وثمانين إنه الباب الأول باب لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي رقم الحديث أربعة آلاف ثمانمية وخمسة واربعين بسنده بسند البخاري عن ابن أبي مليك قال كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتحدث عن بقية التفصيل حيث دخل في مشاجرة بمحضر النبي ورفع أصواتهما إلى سائر ما جاء في الحكاية فسورة الحجرات هي في أبي بكر وعمر بحسب البخاري البخاري هكذا يقول كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ثم في آخر الخبر يقول بعد أن نزلت الآيات فما كان عمار يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعني بعد نزول الآيات كان عمار لا يتكلم بشيء لا يرفع صوته وإنما يتكلم بهدوء كذاب هذا البخاري ماذا فعل عمار في رزية الخميس ماذا فعلوا ألم يرفعوا أصواتهم وكان النبي في أحرج لحظات حياته في الساعات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله كذاب هذا البخاري هذا هو تحريف البخاري وكذب البخاري عمار إلى آخر لحظة من حياة رسول الله هو يسيء الأدب مع رسول الله وهذا كان ديدانه هذه تربية الرجل الرجل من عائلة منحطة وضيعة وهذه أخلاقه كتب التأريخ السنية مشحونة بالأخلاق السيئة لعمار أتعلمون أن عمر في مرحلة تعذيب المسلمين كان مسؤولا عن تعذيب النساء لماذا اختاره طغاة قريش لتعذيب النساء لأنه كان لا يملك حياء كان لا يملك غيرة كان لا يملك خلقا لذلك كان مسؤولا عن تعذيب النساء وكان يعذب النساء حتى يصيبه التعب هذا مذكور في كتبهم حتى يصيبه التعب وبعد ذلك يعتذر يعتذر من النساء المعذبات من أنه لم يستمر في تعذيبهن لأنه قد أصابه التعب هذه الوقائع إنني قد رصدت الكثير منها وذكرتها في برنامج قتلوك يا فاطمة عودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على مثل هذه التفاصيل على الكثير من هذه النماذج لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه الحلقات التي يحكمها الوقت لأننا في أيام شهر رمضان لا أجد فسحة من الوقت كي أفصل القول في مثل هذه المطالب فهذه أكاذيب البخاري يقول فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه كان يتكلم بهدوء بعد نزول الآيات لكن الواقعة يشهد بخلاف ذلك هو البخاري نفسه هو البخاري نفسه حدثنا عن رزية الخميس في الصفحة الرابعة والثلاثين إنه الحديث مية وأربعة عشر بسنده عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد لو كان عمر مؤدبا هل كان يقول قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا النبي يقول أنا أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد عمر من هو عمر حتى يقول من أن النبي غلبه الوجع وإن عمر ما قال هذا هذا تحريف البخاري قال إن الرجل ليهجر إنه يهدي إلى آخر ما قال عمر فاختلفوا وكثر اللغط في بيت النبي وسيد الموقف الموقف الخسيس قطعا هو عمر قال قوموا عني طردهم طردهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه الجرأة أين كانت من عمر في غزوة حنين لقد كان في أول الفارين ما أنا الذي أقول البخاري هو الذي يقول صفحة 756 إنه الكتاب الرابع والستون كتاب المغازي الباب السادس والخمسون رقم الحديث 4322 عن أبي محمد مولى أبي قتاد بسند البخاري عن أبي محمد مولى أبي قتاد أن أبا قتاد تقال لما كان يوم حنين إلى أن يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في الناس المنهزمين فقلت له ما شأن الناس يا بطال قال أمر الله أمر الله هكذا قدر الله لنا أن نفر من ساحة المعركة أين كانت بطولة عمار هذا هو البخاري ما أنا الذي أقول لما كان يوم حنين إلى أن يقول وانهزم المسلمون وانهزمت معهم أبو قتادة يقول فإذا بعمر بن الخطاب في الناس في المنهزمين فقلت له ما شأن الناس ما الذي حدث قال أمر الله الله قدر لنا أن نفر من ساحة المعرك هؤلاء هؤلاء أبطال الإسلام الجبان كذاب المعروف عن الجبان في أغلب حالاته يكون كذابا بينما الشجاع في أغلب حالاته يكون صادقا ماذا نقرأ في سورة الحجرات في سورة الحجرات من الآية الثانية إلى الآية الرابعة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذه في أبي بكر وعمر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم بحسب البخاري لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني أن أبا بكر وعمر لم تمتحن قلوبهم للتقوى لأنهم لا يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم وهم بقوا على هذا الحال إلى آخر لحظة مع رسول الله والدليل رزية الخميس يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قد يقول قائل من أن الآية خاطبت الذين آمنوا بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن هناك في القرآن من الآيات تخاطب الذين آمنوا وتدخل المنافقين معهم باعتبار أن الخطابة يكون عاما للجميع والمنافقون كثيرون في وسط الصحابة كثيرون جدا من المهاجرين والأنصار يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى خرج المنافقون هنا من الإيمان وعلى رأسهم أبو بكر وعمر خرجوا من الإيمان لأن الآية واضحة إن الذين يغضون أصواتهم وما كان أبو بكر وعمر هكذا والدليل إلى آخر لحظة في حياة النبي رفعوا أصواتهم بوجه رسول الله في رزية الخميس إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هي هذه المجموعة التي ما كانت تحسن الأدب مع رسول الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون فهل تأخذون بكلام هؤلاء أم تأخذون بكلام علي إنني أأخذ بكلام علي حينما أقرأ في شورة الأحزاب في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها الخطاب للصحابة الذين كانوا مع رسول الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم الحديث عن الأحزاب عن قريش والقبائل الأخرى واليهود إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر الآيات لم يستطيع عالم سني منصف أن يقول من أن علي في هذه الآية ولن يستطيع أن يخرج أبا بكر وعمر من هذه الآية علي أين علي هنا علي هنا علي موجود في سورة الأحزاب لكنه ليس موجودا في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها علي موجود هنا في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة الأحزاب عطر علي يفوح من هذه الآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وحق الزهراء هذه كتبهم وحق علي بن أبي طالب هذه كتبهم كتب سقيفة بني ساعد الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي من كبار علماء الشوافع المتوفى سنة تسعمية وإنه للهجرة وهذا هو الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2001 ميلادي صفحة 521 في تفسير هذه الآية التي تلوتها عليكم من سورة الأحزاب وأخرج ابن أبي حات وابن مردوي وابن عساكر كل هؤلاء أخرجوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف قراءة وليس تفسير أنه كان يقرأ هذا الحرف وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب والله هكذا نزلت هذا موجود في رواياتنا وفي روايات القوم هذا هو علي بن أبي طالب ومع ذلك فإننا نقرأها بقراءة حفص هذا القارئ الكذاب أئمتنا أمرون أن نقرأ بقراءة القوم بقراءة الكذابين محافظة على المصحف الموجود كي لا يطاله تحريف أكثر عن عن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب قلت لكم عطر علي يفوح من هذه الآية أما رائحة أبي بكر وعمر وسائر الصحابة تفوح من هذه الآيات وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا والحديث هنا عن المؤمنين مع المنافقين يستمر القرآن فيقول وإذ يقول المنافقون الذين هم جزء من الصحابة وجزء من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم مؤمنون هذا وصف إجمالي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور إلى آخر ما جاء من الآيات التي تتحدث عن عورات الصحابة وعلى رأسهما أبو بكر وعمر إذن هل تقولون بقول علي أم تقولون بقول عمار وقت الحلقة انتهى للحديث صلة كل هذا كي تعرفوا لماذا يقوم إمام زماننا بنفس قبري الرجلين كل هذه الحقائق وضعت بين أيديكم لإدراك حقيقة فعل إمام زماننا التي يكون مضطرا عليها وإلا فلا قيمة لهم عند إمام زماننا لا قيمة لهم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء بتريون هم طوسيون هم والهوى والهوى بتري وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية القذرة النجسة اللعين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله